لحظة من فضلك انتبه الناس اللي كانت بتقول طب احنا مزنقين طب نوقف المشروعات طب ما نزودش مشروعات جديدة لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية لأول مرة في تاريخك يا مصر الأصوات المعارضة بتنادي بوقف او توقف المشروعات القومية الجديدة يعني عايز حد يرجع كده يفتكر من ايام الفراعن الغد دلوقتي انه كان هناك من يطالب بوقف المشروعات الكبرى مش عايزين مشروعات كفاة مشروعات طول عمر الحكومات فين المشروعات دولة بلا مشروع دولة بلا كذا النهاردة وصلنا الى مرحلة انه بعض الناس وكثير من الاصوات المعارضة بتقول انه فلتتوقف المشروعات الكبرى وكفاية مشروعات طيب الدولة نظرا لانه فيه ظروف اقتصادية ضغطة في الداخل وفي المحيط فقررت الدولة وهي بتحط الموازنة السنادي ان احنا نعمل مشروعات بس بتريليون جنيه فقط نعمل بكم بتريليون جنيه اهو وحد اخصى تريليون جنيه للإصمارات العامة لكل جسد الدولة ومؤسسات الدولة دون السسناء لا ايه فيش السسناء وزارة النقل وزارة الكهرابة وزارة البترول وزارة التموين اللي عايزة عن المشروعات المشروعات دي كلها مجتمع خلال عام 24-25 لا يجب ان تزيد وفقا للقانون عن تريليون جنيه يعني الف مليار طبعا استكمال المشروعات ده واجب وسط 70-80% مش هوقفها يعني فده نوع من الانكماش او نوع من احنا الدولة بتعمل عملية تقول يعني خلال الفترات الماضية اللي قالك الدولة بتكوش والدولة بتزاحم والدولة طب الدولة يا عم قالتلك انا مش هستثمر غير بتريليون تفضل اختار الخاص النوافذ مفتوحة والأبواب مفتوحة تفضل استثمر بتريليون دولار مش جنيه استثمر وانا هتساعدك الدولة الحكومة يعني لن تضخ استثمرات في جسم الاقتصاد او في جسد الاقتصاد المصري اكثر من تريليون جنيه مصري هذا العام بتدعو الدولة والحكومة القطاع الخاص والمستثمرين سواء في مصر ولا في الدول العربية ولا الدول الاجنبية ان تأتي الى مصر وتستثمر وتتوسع في مشروعات بلا سقف الدولة وضعت سقف لنفسها لكنها فتحت المجال للقطاع الخاص لكي يشارك ويتسيد بنسبة تزيد عن ستين في المية واكتر دي نقطة مهمة في الكلام يا جماعة بس وردو معلش يعني الكلام اللي الدكتور محمد مقيد كتير قوي يعني كلام كتير قوي يعني اي مواطن هيقعد يقرأ لكن انا بس انا باخد لكم نقاط بتكلمت عن الدعم انه زاد ما قالش 18 ولا 19 و13 في المية زيادة اتكلمت على الموضوع الخاص بيه بعض دعم الطاقة دعم التموين بعض الفئات اللي فيها حماية اجتماعية ودي النقطة المهمة جدا للناس تقولك يا عم وفر شوية عشان انقطاع الخاص طيب حاضر احنا هنستثمر بس وعلى فكر الاسمارت دا مش حاجة بنهرب منها يعني ولا بنكسوفين منها يا جماعة دا احنا بنبني مشروعات للأجال اللي جاي